مع استمرار الحريق السابع عشر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وعدم قدرة رجال الأطفاء على السيطرة عليها تكبدت الولاية خسائر مادية وبيئية فادحة خلال الشهر الحالي التقرير التالي والتفاصيل حريق كاليفورنيا السابع عشر أصبح الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أججت درجات الحرارة المرتفعة والأجواء العصفة النيران المستعرة الحريق التهم نحو 300 ألف الدان من الغابات والأراضي أي ما يعادل مساحة لوس أنجلوس تقريبا الحريق أودت بحياة سبعة أشخاص ودمرت أكثر من 1500 مبنى وشردت عشرات الألاف خلال الشهر المنصر نيب رئيس قطاع الغابات والوقاية من الحرائق في كاليفورنيا قال إن النيران الأخير عنيفة وذات خطورة كبيرة بسبب سرعتها الهائلة أكثر من 14 ألف أطفاء من ولايات أمريكية عدة تطوعوا للمساعدة في السيطرة على الحرائق وفضلا عن ذلك وصل 140 من رجال الأطفاء المحترفين من أستراليا ونيوزيلندا في خطوة إنسانية لمساعدة الولاية الأمريكية على تجاوز إحدى أسوأ كوارثها البيئية ويلقى باللوم بشكل كبير على تغيير المناخ في ارتفاع درجات الحرارة التي أججت حرائق الغابات في كاليفورنيا وما أبعد من ذلك مثل البرتغال والسويد والسيبيريا وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في كاليفورنيا إن درجة الحرارة في شمال الولاية قد تصل إلى 43 درجة مئوية خلال الأيام القليلة المقبلة مما يزيد من سهولة انتشار الحرائق هذا ومن المتوقع أن تستمر الميران إلى آخر الشهر الحالي في حال تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليها وإنقاذ الولاية